السلام عليكم اليوم هنتكلم على واحد الموضوع انتع يرى العلاقات بين الجزائر واسبانيا على ضوء المتجارة بين اسبانيا ومملكة المخزن حيث انه بعد غلق الحدود بين المروك ومليلة وغلق لدى التجارة ما بين الدولتين اقترحت اسبانيا خطوط بحرية بين الجزائر واسبتة ومليلة المضحك هذا الشي مضحك يعني احنا في الجزائر كان يعني يتبعوا الاقتراح انتع الاسباني سوف يتم قللك فتح الحدود انتع سبتة ومليلة يفتحوهم للجزائريين بدون تأشيرة والله احنا مراناش حابين نحرجوا جيراننا هنا في الجهة الغربية لكن والله احنا ما نحاولش نستثمر في المشاكل انتعال الاخرين الان كان فيه يعني اا اا ا 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 المرك نحن لو كان جزائر لو كان تحب ليس تخلاف التقاليد على الجزائر في استثمار المشاكل للأخرين ولا أظن أنه جزائر سوف تقبل بالمقترح الإسباني لفتح الخطوط البحرية بين الجزائر وهتين المدينتين السلام عليكم